ضغوط النفسية بنوتا رايحة تتجوز عندها ضغط نفسي وقلقانة ومتوترة ست لسه متجوزة جديد برضو وقلقانة ومتوترة مبروك انت حامل بداية التوتر والضغط النفسي لغاية ما بتولد وتقول خلاص ده نهخلص أول ما ولد أول ما تولد ضغط نفسي جديد واكتئب ما بعد الولادة وسلسلة سلسلة من الضغوط رايح شغل جديد ما أكيد عندي ضغط نفسي متخانقة مع جوزي أكيد عندي ضغط نفسي اتطلقت ومنفاصلة وحسة أن أنا فشلت في حياتي أكيد عندي ضغط نفسي مفيش حد فينا لا يخلو من الضغوط النفسية سواء في حياته في ولاده في شغله في الشارع كل يوم بنقابل ضغوط نفسية الضغوط النفسية دي بتترجم دلوقتي لأمراض عضوية كنا بنتكلم يا دكتور قبل الفاصل على الجلطة دلوقتي حقيقة أنا بقيت ببقى مرعوبة يعني كل شوية بسمع عن جلطات دي جات له جلطة في الرجل دي جات له جلطة في دريع أو جلطة في المخ أعرف إزاي إن أنا دخلة في بدايات جلطة والناس بقى المحيطة باللي عنده جلطة ده أو جاله جلطة يتعاملوا معها إزاي بسرعة يعني ألحق والدتي أو والدي إزاي يعني بدايات الجلطة بتبقى إيه أعراضها ونلحقها بسرعة زي عشان عارفة إن كل ما بدري لحقناها كل ما الشخص بقى طبيعي طبعاً جلطات المخ دي من أخطر الحاجات اللي احنا بنواجهها ولأنها فيها مشكلة إنها ممكن تكون حاجة بسيطة وتؤدي إلى عرض مؤقت ويختفي وممكن تهدد الحياة أو تسيب للإنسان إعاقة بيت عمره مشكلة الجلطات برضو بتاعت المخ إن أنا لازم أكتشفها بدري جداً 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 لأن التدخل أي أن كان التدخل يتعامل دوائي أو أسطرة أو جراحة حتى في بعض الأوقات لما يتعامل في الوقت المزبوط باخد أحسن نتيجة للمرضى دول فاللي لازم يكتشف المريض اللي عنده جلطة اتنين نوعين من الطرق المحيطين بيه اللي هم الأسرة أو في مجال العمل أو في الأماكن العامة وتاني المقدم الخدمة الصحية لازم أقول أن المريض ده عنده احتمال كبير إنه هو عنده جلطة وابتدي أوجهه التوجيه الصح في بعض الأوقات ممكن ندي العلاج في الوقت أو في المكان اللي المريض متواجد فيه في بعض الأوقات لما تكون الدنيا مجهزة مين أكتر ناس عرضة للجلطات في مجال عملنا كل الناس ممكن يجيلها جلطات الأطفال الشباب كبار السن المعتاد إن احنا بنشوف كبار السن اللي هم عندهم أمراض مزمنة لكن في مجال عملنا لا احنا بنشوف كل الأعمار دلوقتي ممكن يجيلها جلطات أهم حاجة في الجلطة إن أنا حس في تغير عما هو معتاد زي يا إما تغير سلوكي أنا حس إن في حاجة اللي قدامي ده مش بتصرف التصرف المعتاد بدأ يقول كلام مش مزبوط أو توقف وظيفة معينة زي إنسان يحس إنه فجأة مش شايف أو مش قادر يحرك دراعه أو رجله أو عنده فقدام في الاتزان أو عنده تلعص في الكلام أي تغيير في الوظيف الحركية للجهاز العصبي بيحصل لازم أنا أو المحيط بي يشك في حاجة زي كده وبتدي توجه للخدمة الطبية في أسرع وقت يعني تما أنا ممكن أحس إن أنا مثلا كدف وجاني أو حاجة وبعد كده أخد دوا مسكن أحس إن أنا رجلية معرفش يعني إحنا دايما أكتر ناس شطار في المسكنات يعني هل فيه برضو بعض الأدوية يعني مثلا مريض السكر هل فيه دوا لازم يتغير كل فترة وفترة لشان ما يجلوش جلطات هل دايما برضو مريض الأورام أو السرطان فبرضو اللي عرفوا إنه بيجيله جسمه بيكون جلطات بسرعة جدا فهل فيه حاجات معينة كل مريض فيهم سواء مريض ضغط مريض سكر مريض سرطان هل مثلا الغدى الدركية فيه ناس كتير أو دلوقتي بقيت أسمع عن أمراض الغدى الدركية اللي بيشيلوها كلها واللي بيشيلوا فص من الغدى الدركية فهل برضو مريض الغدى الدركية ده يعني معرض إنه هو برضو يجيله جلطات هل مثلا بيقولوا برضو قريت دراسة إن الأطفال المبتسرين اللي نزلوا أقل من حجمهم وكان عندهم مشاكل من الولادة هل الناس دي برضو معرضة أكتر للجلطات لما بيكبروا هل في عائلات لها جينات ورصية للأمراض هل الجين العائلي ده اللي هو بقى كل ما أنا ورسته من عائلتي من أمراض ورصية هل ده برضو أنا بقى معرضة للجلطات لو أنا عندي الجلطات دي في العيلة كتير يعني كل دي أسئلة الناس تسألها طبعا إحنا عندنا أي زي ما قلنا في الأول إن أي إنسان معرض إن يجيله جلطة بس عندنا حاجة من نسميها الهاي ريسك جروب اللي هما الأكثر احتمالية لحدوث الجلطات جميل يما عنده وضع صحي معين يما عنده وضع مراسي في العيلة يما عنده أمراض مزمنة كل يما بياخد بعض الأدوية كل الناس دول كلهم بيبقوا عرضة إن يحصل لهم جلطات فدول بيتم إن أنا أوعي للجلطة وأعرضها وابتدي بعض الأدوية أو الحاجات المساعدة إن أنا أمنى عنده حدوث الجلطات من أشهرها الجفاف المية نحن نشرب مية ده بيخلي جسم ما يتعرضش للجفاف الدم اللي رايح لي رأي المخ جودته كويسة سيولته كويسة ده يقلل بالجلطات تاني حاجة في بعض الأدوية المساعدة والأدوية كتيرة جدا ونوعيتها وقوتها حسب قد إيه نسبة احتمالية إن المريض ده يحصل له جلطة وعندنا من الأسبرين بتاع الأطفال اللي احنا كلنا نعرفه ناخده يوميا هل ما فيه كلنا ناخد الأسبرين تالأطفال ده يعني تحسبا يعني إن أنا فيه دراسات إن بعد مرحلة عمرية معينة ممكن الناس كلها تاخد الأسبرين ده كوقاية للجلطات على أساس إن الأعراض الجانبية بتاعته قليلة والفوائد المرتقبة منه عالية فيه ناس بيقولوا بعد الاربعين بعد الخمسة واربعين بعد الخمسين لكن فيه بعض الفئات لازم تقدوا على طول اللي عندهم مشاكل في الصفايح أو عندهم عرضة إنهم يجيرهم جلطات أو بعد مرضى القلب أو اللي جالوا جلطة قبل كده فعلا سواء في القلب أو في المخ لازم يمشي على الأسبرين وفيه أدوية تانية يعني أكثر دقة وأكثر قوة من الأسبرين موجودة دلوقتي ممكن المريض نقول له لا إنت لازم هتمشي على الدواء على طول بالذات الناس اللي عندهم مشاكل في صفايحة القلب أو عندهم يعني ركبين دعامات أو حاجات زي كده لا بنخاف على دول ومنديهم أدوية أقوى حتى من الأسبرين وزائد الاحتضاط التانية اللي بنده لهم عشان ما يبقوش عرضة نجيلهم جلطات